اشتركوا في القناة وتكلمنا عن كل هذه المبادئ ضمن هذا الاوتلاين المعروض امامنا على الشاشة اليوم سنركز حديثنا في الدرس هذا على citation, quotation, short quotation هذه الثلاثة ثلاثة اوامر او الثلاثة tags سنركز عليها في هذا الدرس طيب اولا موضوع citation هو عبارة عن site tag بهذا الشكل site open tag بنسكر التاغ هذا بالsite close tag ما هو السايت السايت هو عبارة عن اقتباس اقتباس لماذا اقتباس لكتاب هذا الكتاب باسم هذا الكتاب وكأنه احنا بدنا نضع اسم هذا الكتاب كاشي مقتبس شعر مقتبس لو قصيدة ما او شعر ما طيب فيه برضو بالاقتباس report تقرير مقال علمي برضو هذا مقتبس فإحنا الآن وين احنا بنستخدم اسماء كتب وين بنستخدم اسماء قصائد وين بنستخدم اسماء تقارير اسماء مقالات علمية هنا بنستخدم السايت طيب في مثالنا هذا حسب ما احنا نشرنا معاكم موضوع النص اللي احنا تكلمنا فيه عن صفحة الدكتور محمد غزان وكيف ابرزنا فيها مساقاته اللي بيدرسها كيف ابرزنا فيها المهارات اللي بيمتلكها بنيجي عند القسم اللي فيه الكتب او الدروس اللي بيعلمها الدكتور محمد غزان بنيجي عند السكشن هذا اللي بيعرض فيه الكتب طيب دكتور غزان teach course materials بس نقطة هنا حتى احنا نعدل النص فبنحط اتشتو في المكان هذا اه وبنسكر الاتشتو كسكشن عندي الان فتحته حتى نرتب الكلام اللي بنا نحكي فيه موضوع السايتشن بنيجي مقول الدكتور محمد غزان teach his courses using official teaching material as the following يعني الان هذا احنا بنتكلم عن النقطة هذي او الفقرة هذي او النص هذا عبارة عن المادة العلمية التي يعطيها الدكتور محمد غزان هنا بنحكي عن e-commerce 2019 business technology and society 15 edition رقم 15 هذا اسم الكتاب هو عبارة عن سايت يعني انا اسم الكتاب هذا بنا نسميه سايت بنحطه ضمن مين ضمن سايت هاي سايت open tag وبنسكر هذا الاسم الكتاب بالsite close tag طيب الان حسب ما احنا اشتغلنا الكلام هذا هيخرج عندي الشكل بخط مائل الان قلنا المعنى او المغزل لهذا الموضوع هذا انه هذا النص مش ملكنا مش النا فاحنا خرجين عن صياق original text الخاص في مين في محتوانا لذلك حسب ما تكلمنا في موضوع small tag في دروس سابقة النص اللي بدو يكمل هذا الكتاب بدنا نستخدم فيه small اطبع انا الان بدي اصغر باقي الكتاب او باقي معلومات هذا الكتاب من خلال استخدام اللي هو small tag حتى انه يكون في اطار سياق معين انا بحكي هنا هذا الكتاب مش كتابنا بل هو كتاب مرجع فانا باحفظ هذا الكتاب باسم الكتاب ضمن السايت وكذلك باكمل باقي بيانات الكتاب من خلال ايش اللي بتعمل smaller text تعالوا شو ايش نصار في الموضوع بنفتح هنا بنعمل refresh ايوان هاي الكتاب دكتور محمد غديج بدأج عند مين عند اسم الكتاب هاي اسم الكتاب e-commerce شفتوا ايش صفي عند باقي بيانات الكتاب هاي باقي بيانات الكتاب لحد هنا author احنا لقناها ايش smaller than previous text يعني النص اللي خرج هنا نص اصغر من النص اللي في هذا السياق بدأجي ارتب بس الكلامات الموجودة هنا انا في عندي في هذا الموضوع هاي دخل paragraph لو بدأ اجي اعمل نزل سطر ممكن اخليها paragraph برضو في داخل استقلالية حسب اللي انا اشتغلت يعني انا بقسم هاي الكتاب صار مستقل وكأنه الكتاب هذا كله الاي كوميرس شفته اش صار فيه اي كوميرس هاي التايتل تايتل 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 عبارة عن citation ويجا خط مائل باقي بيانات الكتاب حطينا معحد small tag اللي هتكون اصغر في النص من النص السابق طيب هيك احنا بتتكلم في موضوع السايت وحكينا عن موضوع السايت ابني اجي عن موضوع الblock code الblock code يا جماعة هو عبارة عن quotation يعني انا الان وانا بقرأ في كتاب بدي اقتبس نص من كتاب واجيب على الموقع تبعي بدي اقتبس نص من موقع ما واجيب على الموقع بحيث انه ياخذ هذا الblock او هذا النص مساحة معينة block يعني بده ياخذ حيز من الموقع وهذا بده يكون عبارة عن block يعني مفصول عن قبل ومفصول عن بعد مثل الparagraph ولكن له خصائص خاصة في اخراجه من الخصائص ان يكون متباعد عن الحواف او في عندك مسافة بادئة عن الحاف ماذا قالوا عن الدكتور غزال هنا دكتور غزال interest skills هنا بنتكلم الو reference هذا كله عبارة عن reference نجي نتكلم في reference الآن block block code بالمناسبة في داخله ممكن يكون في headline وفي داخله ممكن يكون في paragraph وما إلى ذلك هذا النص كاملا هو عبارة عن block code ركز معي هذا النص جبنا الجزيرة قالت غزال state that childhood are facing violation كله هذا عبارة عن block code أنا بتكلم قاعد أنه أنا هنا block code كاملا أنا باخده وبحط الparagraph كامل في داخله وممكن أنا أقسم section هذا إلى مجموعة من tags إلى مجموعة من 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 tags في هذا الإطار طيب الآن إحنا إحنا إش سوينا وكأنه أخذنا النص كله كنص مقتبس ومن موقع الجزيرة طيب الآن كشكل حيظهر عندي إنه هذا block لو إجينا تطلعنا شفنا الكلام هذا موجود كيف نجي بلاقي إنه صار block كيف صار في إنا مسافة بادئة في هذا الموضوع طيب كيف إحنا بدنا نستفيد من موضوع citation حيث إنه هذه البيانات من وين نجي بالمصدر هنا لازم يكون في attribute موجودة مع block code هذه attribute اسمها site attribute موضوع site attribute اللي موجود هنا حينعرف المرجع اللي إحنا جبنا منه هذا النص أصبح اليوم هذا النص عبارة عن نص مرجع المرجع اللي أنا جبت منه هذا النص بده يساوي بده يساوي نفتح double quotation بنحكي http www.aljazeera.net أصبح أنا هنا حطيت المكان اللي أنا جبت منه هذا الاقتباس بحيث أنه ما يكون في عندي أي سرقة أنا باقتباس يعني أنا بظهر الاقتباس وفي نفس وفي 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 نفس وفي النص سرقات موجودة في النص اللي أنا قاعد عرضه على الموقع طيب آخر شيء بنتكلم عن موضوع هو ال queue طيب ما الفرق بين queue وبين block code block code عبارة عن block بيجي أنا الآن بعمل اقتباس لblock وممكن block يكون في paragraph يكون headline يكون نص ثاني وparagraph ثاني وparagraph ثالث وparagraph بسيط جدا وبيجي ضمن double quotation يعني in line quotation يعني بدي يكون هو اشي بسيط او سطر معين او كبير ويكون فقرة هذي الفقرة تكون محدودة ضمن ايش ضمن double quotation أنا بدي استخدمها تعال نشوف ايش ممكن نستخدم في نفس الاطار نحن نشتغل فيه انا لو اجيت انا في داخل الكلام هذا بدي ااخد اقتباس طب احنا قبل ما نشوف الاختباس تعال شو ايش النتيجة اللي طلعت عنا هنا بناخد هنا بنطلع ما فيش اي تغيير صار ولا حتى في double code ممكن انا ااخد اقتباس بسيط لكلام غزال هذا او احط ضمن Q او ممكن اعمل نسخ حتى المثال تبعنا يتضح هاي بداخد وكأنه نوع من التكرار ولكن بعد block code واجي اقول هنا الجزيرة الآن بدي اعمل اقتباس لغزال قبل غزال بقول هاي الـ Q وباجي هنا غزال state ذات وهنا بتكلم لحد النقطة هذه وبسكر الـ Q الآن لما اجت انا في الفقرة هذه وممكن هنا اعملها كفقرة ممكن اعملها هنا كفقرة بحيث انه نوع بس من انواع التعزيز للمثال تبعنا وهي بتكلم هنا سكرنا الفقرة طيب الآن حطينا فقرة امامنا وجينا هنا عند الجزيرة قالت الآن بدي اعمل quotation او اعمل اقتباس لجملة معينة هذه بسموها inline quotation quotation لفقرة او لجملة معينة في ضمن سياق معين هيطلع عندي double quotation في هذا الاطار تعالي شوف ايش صار عندي هنا في الفقرة اللي انا حطيتها اطبع هنا شوفوا ايش لاحظوا معين هذا عبارة عن paragraph ما فيش اي تغيير يعني فيه اختلاف ما بين blue code شوف ايش اخد اخد حيز مستقل اخد كتلة وازاح الكتلة عن السياق هنا في ازاح عن السياق لهذه الكتلة اما الkey احنا بنشغل على inline متعمل مع كتلة كاملة اشتغل وحطهم في ادار double quotation هنا تخيل هذا وفيه هنا double quotation مع double quotation طيب هذا الكلام انه انا اقول وكأنه الجزيرة قالت انه فيه عندي كلام مقتمس نمين لغزال فيه نقطة ضلت بس نقطة صغيرة اخيرة انه الkey هل الها مرجع يعني النص اللي انا عملت له double quotation وضعته في double quotation هل انا فيه اله اه بعمل site وباجه بقول في site هذا اللي هو برضو مين موقع الجزيرة بنعمل ناس اخلائله وبنحطه في اطار site اطبح انا الان بدي الخص ما قل وما قمت فيه اول شيء موضوع site لما بيكون في عندي reference لاسم كتاب بتكلم اسم كتاب اسم شعر اسم مقال اسم تقرير هذا الاشي الاريجنال واللي انا ما الي علاقة فيه بحطه ضمن site يعني اسم كتاب انا حطته ضمن site هاي شفتوا كيف اسم الكتاب هنا حطنا ضمن site وباقي اسم الكتب هنحطها ضمن مين ضمن site هاي واحد اتنين قلنا بلوك كود انا بتكلم اقتباس لثقرة وهذه الثقرة بتكون كبيرة بقيت انا باخدها كبلوك وبتبرز في اطار السياق بشكل مختلف عن السياق الكامل كيف ممكن يكون فيه مسافة بادية وممكن نعدل على هذا التصميم بالمناسبة طيب الكيو اللي هو الكوت الكيو هذا بسمه inline كوت طيب ال inline كوت كوت كيف انا بدي اعحيل النص هذا للمرجع اللي انا جبته منه من خلال site attribute اصبح site كانت هناك التاج في البداية وهنا استخدمتها كخاصية او attribute هيك انا بكون حكيت كل التفاصيل الممكنة كل الخيارات الممكنة في استخدام site والblock كوت والكيو وهيك منكون خلصنا هذا الدرس لهذا اليوم اتمنى يكون الدرس نال اعجابكم واتمنى تطبقوا الكلام اللي اخدنا وتشتغلوا وتحفظوا هذه التاج وان شاء الله الدرس القادم يكون معاكم حتى ننهي كل text formatting بلغة HTML السلام عليكم وانتظرونا في الدرس القادم باذن الله